الأنبياء الكذبة أنا عندي أكتر من شاهد لو في وقت ناخد شواهد بتؤكد على الأنبياء الكذبة يتنبأ بالكذب عندنا أرمية 14 عدد 13 ل22 مش هجرها كلها أجرب بعض الحاجات فقال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء بإسمي بيستخدم اسم الله لكن بيتنبأ بالكذب لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤية كذبة وعرافة وباطل ومقر قلوبهم هم يتنبؤون لكم لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون بإسمي وأنا لم أرسلهم وهم يقولون لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء لأنهم ينادوا بسلام زائف ينادوا بتخدير الشعب بتضليل الشعب بدل ما ينادوا للشعب بالرجوع والتوبة يتنبأ حسب شهوات وأغراض الناس اللي هي برضو بترجع مع الكلام اللي موجود في توموساوس الأولى أربعة مستحكة ما سمعهم يقومون لأنفسهم معلمين هنا حتى الأنبياء بيعملوا كده ميخا 2.6.11 يتنبؤون قالين لا تتنبأوا لا يتنبؤون عن هذه الأمور لا يزول العار أيها المسمى بيت عقوب هل قصرت روح الرب هذه أفعال أليست أقوال صالحة نحو من يسلك بالاستقامة ولكن بالأمس قام شعبي كعدو تنزعون الرداء عن الثوب من المشتزئين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال تترضون نساء شعبي من بيت تناعمهن تأخذون عن أطفالهن دينتي إلى الأبد قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه الراحة من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يجذب قائلا أتنبأ لك عن الخمر والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب يعني الشعب عايزين حد يتنبأ لهم عن الاحتياجات بتاعتهم عن الخمر والمسكر الحياة اللي هو الشعوات بتاعت الشعب الوعود الكاذبة والانتصارات الكاذبة والوعود سواء في هذه الحياة أو في الحياة الآخرة يعني كأنه بيّع كلام بحيث أنه محفز لاجتذاب طبعا الناس اللي فعلا يعني مش عم تؤمن الإيمان الحقيقي وطبعا الآية حضرتك ذكرتها بطرسة تانية واحد نعم من واحد الاثنين وعشرين بطرسة تانية يتجرون بالطمع بالظبط فهنا بنشوف أن النبوات دي النبوات الأنبياء الكاذبة نقدر نلخص أن النبي الكاذب مصدر نبوته جاي من الشيطان أو من الشهوات أو محاولة أرضاء الناس لربح قبيح اشتركوا في القناة